لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حميد وحميد أدنوا لمازال مازال ماذا هذا غير مطور يا فرحينا صح السلام عليكم نعلكم مبروك ماذا عمرك سولتي على اول مسجل تبنى في المغرب ما عرفتيش اليوم خلال الحلقة نحاول لجاوبه على هذه السؤالات كيف تعرفوا ان المسجد العهد الأول للإسلام كان عنده حد دور كبير بزع الدور التربوي هو اللي معرفع عن الجميع الناس يمشيوا وصليوا ويؤديوا صلاوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاوات الاعياد وغيرها من صلاوات النوافيل وقلعة القرآن التي يختارون منها انهم يؤديوها في المسجد حاجة اخرى في القديم كان المسجد كانت عنده اضوار اجتماعية اهل الحي ولا اهل المدينة لتشاور والتبادل في اهد الأول للإسلام المسجد كانت عنده ادوار سياسية ثم تكون عملية الاستشارة والتشاور كما كانت يدين مع صاحبه وقالت تدفلنا بأهد الخلفاء الرشيدين وبدأت متلاطر بشوية بشوية في اهد الابويين والعباسيين ومن تلاقص المسجد كانت عنده ادوار عسكرية ثم كانت يتلقعوا الصحابة في عملية تهيئة قبل الغزاوات اذا المسجد على مدى التاريخ كانت عنده ادوار كبيرة لهذا اول حاجة كان بها نبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة من مكة المكرمة تجاه المدينة المنورة وهي بناء مسجد ما اسم هذا المسجد مسجد مسجد قباء مسجد قباء اللي كان في قريب المدينة المنورة وعنده هذه العملية عندها ممزية كبيرة 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 هذه عن جميع الصحابة والتابعين والجيل الاول انه اول حاجة تقوموا بها بعد فتح مراطق جديدة من الاراضي ودخولها الاسلام انهم تتبنى فيها مسجد المغرب والمغرب كذلك من اول اشياء اللي قاموا بها الفاتحين الاوائل هي بناء مسجد اذا اول حاجة بالمغرب الكبير وبافريقيا هي تونس الحالية اول ما قام به عقبة من النافع بعد فتح افريقيا بناء مسجد هذا المسجد لماذا تسمى بالاسم مسجد عقبة من النافع في القيراونة بعد الوصول الفاتحين الى المغرب قلنا اول اشياء اللي قاموا بها هي بناء مسجد هنا نلقى مسجد اللي باقى موجودة الى يومنا هذا ومسجد اللي انضطرت هي ما بقعت الاتر ديالها ولكن اماكن ديالها ما زالت معلومة هنا سنتكلم على عدة مساجد اول مشجد يمكن ان تكلم ليه اللي تبنا سنة 62 هجرية مجد في منطقة ترغا عند قبيلة غمارة في الشمال للمغرب هي منطقة الريف هذا اول مجد للأسف ان هذا المسجد من داتر رغم انه كان مجد اخر تحت نفس المسمى في منطقات ترغا ولكنه تبنى في فترة لاحقة يعني في الاهد الموحيدين وهو المسجد هذا مصنف ضمن ترات تقافي المغربي ولكن ماشي هو مجد ترغا اللي كان اول مجد في المغرب تاني مجد ما زال موجود الى يومنا هذا وحاجة اخرى هو اول مسجد في المغرب ستقام فيه صلاة الجمعة اول مسجد ستقام فيه صلاة الجمعة هو مسجد سيدي الشيغ او ريبار سيدي الشيغ اللي حاليا تسمى ريبار سيدي الشيغ اللي تبنى ما بين 62 63 هجرية او مسجد شاكر شاكر هو واحد صديق مقرب واحد الفاتحين العرب اللي جاء مع عقبة بنونافي اثناء الفتح للمغرب ثم كان مسجد اخر في منطقة سوس يعني الجنوب ما بين مدينة اسفي ومدينة اقادي الحالية ولكن هذا المسجد لا تبقى له اطال يقال انه غمره البحر يعني ما تبقى ولكن اللي باقي الان هو طبعا مسجد تيدي الشيغ هو اللي كانت اقام فيه المولى ادريس مولى ادريس منيجا اول مراجل المغرب سنة مائة وسبعة 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 وتسعين هجرية وهذا المسجد كانت اوان ضغط المدة طويلة الى تحتتم العملية اعادة دياله والبناء دياله من جديد محمد بن عبد الله يعني في اواخر القرن الثامن عشر الميلاد المسجد اخر وللاسف حاليا تعيش وضعية صعبة ومن خلال هذا الفيديو هو نداء لاعادة الاعتبار لهذا المسجد هو مسجد البيضة او من المسجد الابيض ويسمى كذلك بمسجد الملائكة البناء دياله ما زالز موجودة هو تيبعدها لمدينة تيطوان 30 كم في شمال ديال المغرب ولكن هو التهشر منذ خمسينات او سسينات القرن الماضي ما بقواش الناس يمشيوا يصليوا فيه لانه هو بعيد على الدواوير المجاورة له انا غني خليكم تشوفوا واحد الفيديو اللي تيبين الحالة اللي وصلت لها اللي وصل لها هاد المسجد هادا طبعا كيف تشوفوه هو على شكل مربع طول دياله اربعة متر العلو دياله اربعة اه متر اه وفيه قبة كيف تتلاحظو وتبناه من من الجير ومن ومن الحاصر لهذا فهو حال ينتعيش وضعية صعيبة وهذا نداء هذا نداء الجميع لإعادة الاعتبار لهذا المجدد اللي هو ترات مغربي اللي هو من اول مساجد اللي تبنات في المغرب تبناه تقريبا سنة 85 هجرية من طرف موسى بن نصير او بامر من موسى بن نصير كيف تقول المصادر المسجد اللي هو معروف والشائع اللي تدخلت الانترنت الشائع لانه معروف اقدم مشجد في المغرب اللي هو في صراحة الامر ثالث مشجد ما زال قائم الى يومنا هذا هو مشجد الشرافعة او مشجد طارق منوزيان اللي هو بعيد 30 كم على مدينة اتجاه نحو الاندلوس وعلى يد تكون على يد طارق منوزيان تم فتح الاندلوس اذا هذا المسجد عنده دلالة كبيرة جدا المسجد هذا حاليا اضافة الى انه مشجد وستقام فيه صلاة الجمعة ايضا هو فيه مدرسة قرآنية عتيقة يعني تيجوا الناس دي المناطق المجاورة منطقة الشرافات والنواحي دي المدينة شفشاون لطالع بالعين ولحفظ القرآن ويعد واحد المعلامة كبيرة لوجب انه تحافظ طبعا تمت العملية اعادة البناء دي المسجد طارق نوزيان تقريبا منذ ستينات القرن الماضي وحاليا وفح الحلة جميلة ولما لا في المستقبل تم العملية اعادته و التوسع حتى يكون في اجمل وجه اذا نتمنى نكون انني جوبت على السؤال اول مسجد في المغرب ونقول نعودها بسرعة مسجد بن يوشيقر قائمة مرح مرح ثم المسجد البيضة الذي يحيش في وضعية صعيبة أو المسجد الأبيض الذي يبعد 30 كم ثم مزيد طريق منه زياد منطقة الشرافات بنواحي مدينة شفشاون طبعا نحن قلنا نهضرنا على هذه القصة وكل واحد فيكم عنده قصة مع المسجد سواء انه ساهم في بناء مسجد أو تنظيف مسجد ولكن الحاجة التي لا تنسى لأي واحد هي أول مسجد صليتي فيه اذا لا تنسى تكتب واحد تعليق تقول لنا فيه أول مسجد صليتي فيه وتبقى على معانا لا تنسى أيضا انك تدير واحد أبني وتبرتجي هذه المعلومات القيمة اللي قلناها اليوم الناس أخرين باش يستفدوا منها لأنه هذا المساجد العتيقة أكيد فيها فضل كبير كما النبي صلى الله عليه وسلم ادعى لصلاة في مسجد قبا بيتشباره أنه أول مسجد الإسلام وكان تزوره كل يوم ثبت فحاجة أكيدة لأن ذلك المساجد العتيقة زيارتها واتذهب إليها له واحد الفضل كبير جدا إذن السلام عليكم ونلتقى إن شاء الله في الحلقة المقبلة وموضوع آخر بإذن الله السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة